تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محطة محاولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد والتي تستهدف تغذية مدينتي زويد ورفح وخلال تفقد للمحطة استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول مشروعات قطاع الكهرباء في محافظة شمال سيناء حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء في سيناء للقضاء على مشكلة تذبد بالطيار الكهربائي التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية وذلك سعيا لأن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة بشمال سيناء 700 ميجاوات من خلال إنشاء عدد من المحطات بمدن المحافظة